تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى لقوات المسلحة حفظه الله ورعاه يليب جلالة أيد الله صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين حفلة خريج دورة القيادة والأركان المشتركة الخامسة عشر وقد كلف معالي سعدة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيم وزير شؤون الدفاع لحضور التخريج ولدى وصول سعادة وزير شؤون الدفاع إلى موقع الاحتفال بالكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني كان في استقباله سعادة الفريق الركن ذياب بن صاجر النعيم رئيس هيئة الأركان واللواء الركن بحري عبدالله سعيد المنصور آمر الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني وأكد سعادة وزير شؤون الدفاع أن الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني ستستمر في مسيرتها المباركة لتضطلع بدورها العلمي بكفاءة عالية وتؤدي رسالتها النبيلة العليا للنهوض بالقدرات العسكرية القيادية لقواتنا المسلحة الباسلة بفضل من الله عز وجل ثم بالرعاية الكريمة من لدن جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة يده الله ورعاه والتوجيهات السديدة من سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والدعم المستمر من صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين وأعرب سعادة وزير شؤون الدفاع عن شكره لآمر الكلية وهيئة التدريس وجميع المعلمين على حرصهم الدائم على النهوض بأداء واجباتهم بكل عزم وكفاءة كما عبر سعادته عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققه الجميع بفضل إخلاصهم وعملهم الدؤوب والمثمر بعدها ألقى آمر الكلية الملكية للقيادة والأركاد والدفاع الوطني كلمة تقدم فيها بشكر والثناء لجلالة الملك المعظم ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كما توجه بخالص الامتنان لصاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بعدها ألقى أحد الضباط كلمة نيابة عن زملائه الخريجين ثم ألقيت كلمة الضباط الخريجين عن المشاركين في الدورة من الدول الشقيقة وفي ختام الحفل قام سعادة وزير شؤون الدفاع بتسليم شهادات درجة الماجستير في العلوم العسكرية على خريجي الدورة والتي اشترك فيها عدد من الضباط الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية بالإضافة إلى ضباط من وزارة الداخلية والحرس الوطني